أهلا أحبائنا مشاهدينا في كل مكان رح أتكلم اليوم عن ثلاث أشياء تفرح السماء وعندما أقول السماء يعني محضر السماء الرب والملايكة والقدسين يعني بتفرح كل شيء فهو إصطلاح جميل جدا ولكنه إصطلاح عن يعني ما هي السماء فأول شيء اللي بفرح السماء هو يعني التوبة إلى الله مكتوب أقول لكم إنه هكذا يكون فرح في السماء بخاطئ واحد يتوب أكثر من تسعة وتسعين بارا لا يحتاجون إلى توبة في بشارة لوقة إصحاح 15 هذا هو أساس خلاصنا أساس الخلاص هو التوبة المقرون بالإيمان التوبة يعني تغيير الفكر والإيمان بالرب يسوع المسيح آمن بالرب يسوع المسيح فتخلص أنت وأهل بيتك لأنك إن اعترفت بفمك بالرب يسوع وآمنت بقلبك أن الله أقامه من الأمواد خلاص فإذن التوبة الله دايما بيتعامل مع التوبة خاطئ واحد يتوب مكتوب السماء تفرح فرح في السماء اسمع ما قال الإبن الضال في لوقة 15 أخطأت إلى السماء وقدامك بيحكي عن أبوه ولست مستحقا بعد أن أدعى لك ابنا هاي هي التوبة الحقيقية عندما تقر بندامي بحزن بأسف شديد جدا وإنك اكتشفت الخطأ تبعك فبتقول أنا غير مستحق هذا هو الاتجاه الصحيح لالله ذبائح الله هي روح منكسرة القلب المنكسر والمنصحق يا الله لا تحتقره لكن اسمع جواب الآب المحب لأن ابني هذا كان ميتا فعاش وكان ضلا فوجد بحب صلاة العشار اللي رفع عيني للسماء وقال اللهم ارحمني أنا الخاطئ قال يسوع إني أريد رحمة لا ذبيحة لم آتي لأدعو أبرارا بل خطاطا إلى التوبة فإذن أساس الخلاص هو التوبة المقرون بالإيمان شيء تاني ضمان الخلاص وخليني أكتبس الآية نمرة اثنين يا رب حتى الشياطين تخضع لنا باسمك كلام التلاميذ عندما أرسلهم الرب يسوع وقال لهم أنه يشفوا مرضى ويطهروا برص وأنه يبشروا في كل المدن ورجعوا فرحنين جدا فقالوا يا رب حتى الشياطين تخضع لنا باسمك أجاب يسوع بل افرحوا بالحري أن أسماءكم كتبت في السماوات أو في سفر الحياة يعني هذا هو الفرح الحقيقي هذا هو الفرح السماء وهذا فرح المؤمن باختباره أنه اختبر ضمان الخلاص وتأكيد الخلاص أنه اسمه مكتوب في سفر الحياة ما عنده خوف ما عنده فزع ما عنده مستقبل مجهول عنده تأكيد أنه إلو حياة أبدية في المسيح يسوع قال يسوع من يقبل إلي لا أخرجه خارجا وقال أيضا خرافي تسمع صوتي وأنا أعرفها فتتبعني وأنا أعطيها حياة أبدية ولن تهلك إلى الأبد ولا يخطفها أحد من يدي قال يسوع في يحنى 5 الحق الحق أقول لكم إن من يسمع كلامي ويؤمن بالذي أرسلني فله حياة أبدية ولا يأتي إلى دينونة بل قد انتقل من الموت إلى الحياة فإذن أحبائي أساس الخلاص هو التوبة والإيمان ثم ضمان وتأكيد هذا الخلاص إنه فعلا أسماءنا كتبت في السماوات مما يسبب فرح للسماء ويسبب فرح لنا أيضا والشيء الثالث بركات الخلاص بركات الخلاص هي مكافآت السما للمؤمن ولسيما للمتهدين اسمع ما قال يسوع في عزة الشهيرة على الجبل طوب لكم إذا عيروكم وتردوكم وقالوا عليكم كل كلمة شريرة لاحظ الكلام من أجل يعني من أجل يسوع كاذبين هذا الدافع الكذب والخداع افرحوا افرحوا شوف كيف المسيح بيشجع يعني بقول طوبة لكم يا للسعادة يا لهناء إذا عيروكم وتردوكم وحكي عليكم كل كلام سيء وسمعة سيء أو كل كلام شرير أنا أقول لكم افرحوا وتهللوا لأن أجركم عظيم في السماوات في إنجيل متى الإصحاح الخامس نعم أحبائي السماء تفرح بعودة الخطاء التائبين والسماء تفرح بأسماء المفديين المكتوبين والسماء تفرح بأجرة الغالبين والمنتصرين أيضا واليوم هل تريد أن تفرح السماء أسرع الشيء أنك تفرح السماء هو ارجع إلى يسوع المسيح اقبله مخلصا وتوجه ربا على حياتك عندها سيأتي إلى حياتك سيخلصك وسيكتب اسمك في سفر الحياة ويكون أجرك عظيم جدا في السماوات إذا الرب باركك من فضلك ساعدنا في الخدمة حط لايك واعمل شار يعني شار كون معنا شريك في هذه الخدمة بحب أذكر كل الأحبة أنه كل يوم اتنين رح يكون رد على الأسئلة فإذا عندك أي سؤال اكتب سؤالك حتى نرد عليه يوم الاتنين ربنا يكون معك شكرا